سهلاً أختي عهد وكل عام والشعب العماني بالخير وعمان تزدان اليوم بالأفراح حقيقةً من أقصاها إلى أقصاها في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة فرحة الذكرى الثامنة الثامن عشر من نوفمبر للعيد الوطني الحادي والخمسين مثل ما تشاهدون حقيقة نحن في أحد المناطق هنا في محافظة نسقط تحديداً في منطقة القرم هذا المكان الذي يعج حقيقةً بالزوار هذا المكان اليوم فرحةً منهم بالعيد الوطني الحادي والخمسين لسلطنة عمان والكل فرحان والكل سعيد واحتفالات حقيقة عم سلطنة عمان اليوم ابتهاجاً بهذه المناسبة وهذه الذكرى العزيزة على قلب كل عماني مثل ما ترون اختعهد استعدادات يظن الاحتفالات بعيد الوطني دائماً تصاحبها هناك ألعاب نارية إن شاء الله تعالى عروض لهذه الألعاب النارية ستكون في هذه المنطقة تحديدة هنا في محافظة نسقط حسب التجهيزات والترتيبات التي أنهتها اللقنة الوطنية أو اللقنة العليا للاحتفالات الوطنية بالعيد الوطني أو بما يدور من فعاليات صاحب العيد الوطني طبعاً هذه الذكرى الجميلة هناك العديد كذلك من البرامج والعديد من الفعاليات التي ستقدم بمناسبة هذا العيد الوطني الحالي والخمسين في سلطنة عمان ولكن أيضاً مع الاحترازات التي هي دائماً تسعى إليها اللقنة وأوسط بها اللقنة العليا وهناك كذلك لا ننسى أيضاً اهتمام كبير من قبل أيضاً قائمين على هذه الاحتفالات وعلى هذه الأماكن التي ستقام بها الاحتفالات خصوصاً في العروض التي ستشهد العاصمة مسقط إن شاء الله تعالى في الساعة الثامنة مساء غداً سيكون هناك أيضاً عروض للألعاب النارية في محافظة الظفار بالنسبة للاحتفالات الأخرى كان قبل قليل أيضاً رعاية سامية لحضرة صاحب جلال السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان للعرض العسكري الذي أقيم في معسكر المرتفعة التابع لوزارة الدفاع هناك عروض كانت مشاهد جميلة كانت عروض رمزية لمختلف وحدات الجيش السلطاني العماني ومختلف الأسلحة هنا وشرطة عمان السلطانية كان عند الساعة الرابعة من مساء هذا اليوم إن شاء الله تعالى ستشهد أيضاً برنامج احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الحادي والخمسين قامت أيضاً افتتاح مجموعة من البرامج مجموعة عفواً من المشاريع التنموية في سلطنة عمان وهذا ما هو تحرص عليه السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلال السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه سلطان عمان بأن تكون الدولة هنا وكذلك الشعب دائماً متفقون على وحدة الصف وكذلك أيضاً أبنائها يتسلحون أيضاً بالإرادة والعزيمة والثبات للمحافظة على مكتسبات هذا الوطن طبعاً منجزات النهضة المباركة وصولاً بولاء راصخ للقائد المظفر في قائد مسيرتها المظفرة حضرة أحب الجلال السلطان هيثم أيضاً كذلك لا ننسى رؤية جلال السلطان هيثم بن طارق لـ 20-40 رؤية عمان وهذه الرؤية حقيقة طموحة والتي تعمل بها أيضاً السلطنة على قدم وساخ في مختلف الأصعدة في مختلف الصعود كذلك في مختلف المجالات التي يراد منها تحقيق الإنسان العماني وإرادة الإنسان العماني وعزيمة الإنسان العماني لنتعرف كذلك يمكن فرحة العمانيين اليوم لا توصف بهذه المناسبة الغالية عليهم أيضاً استوقفنا مجموعة من الشباب مشاهدين في برنامج ديرتنا من قناة السعودية الأولى لنتعرف أيضاً عن فرحتهم وكذلك وهم الآن أيضاً يمكن يستعدون لمشاهدة عروض الألعاب النارية التي ستنطلق هنا إن شاء الله تعالى في هذا المكان الجميل على مقربة من شاطئ القرم مكان معروف ومشاء الله يعني حقيقة الكل يترقب هذه العروض نتعرف على أحد الشباب الساكلة بالخير نقول مساء الفراح مساء النور معك حمزة البلوشي أخي حمزة كل عام تبخير كل عام والشعب العماني بألف خير وحقيقة أخي حمزة اليوم يعني حقيقة فرحة العمانيين بمناسبة عيد الوطني الحادي والخمسين الذكرى الثامن عشر من نوفمبر كيف تصف هذه الفرحة أخي حمزة طبعاً نهني دولة عمان حكومة وشعباً ونهني صاحب قيالة السلطان هيثم بن طارق الله يحفظه يا رب وإن شاء الله نكون وافين لهذا الوطن وإن شاء الله بنقدر قصارة جهدنا بإذن الله شكراً حمزة أيضاً هناك شباب إن شاء الله بيشاركونها تفضلوا شباب تفضلوا معنا أيضاً أحد الشباب مساء الله بالخير مساء الله فراح وكرا عمته بخير وأنت بصحة وعافية تعرف عليك علي علي القهوري أخي علي ما شاء الله توصف أولن فرحة العماني اليوم بالذكرى الثامن عشر من نوفمبر العيد الوطني الحادي والخمسين واليوم ما شاء الله مستعدين إذا إن شاء الله تعالى لورية عروضة للعب النارية نعم أكيد وفرحانين بالعيد الوطني الواحد الخمسين كيف توصف هذه الفرحة من منجزات ما تحقق أيضاً على أرض السلطنة بالأمن والأمان والأفراح وشاة كثيرة شكراً شكراً لك معنا أحد الشباب بيشاركنا نأخذ مستاكلة بالخير مستاكلة بالنور والسرور والمساء الأفراح وحقيقة واليوم لكل فرحة نتشاهد نتعرف عليك والله معك رميز البلوشي طبعاً هذه فرحة عزيزة على قلوبنا وأنا أحبها أن يصحب الجلالة والسلطان السلطان هيثم وشعب العزيز على قلوبنا اليوم ما شاء الله هشتوصف البرحة الأعلم والكل ما شاء الله ما تلبس بالوشاح يعني ذكوراً وإناثاً في الشعب العماني صغيراً وكبيراً طبعاً ما يوصف الحب هذه المحبة ما أقترغ وصف لك يعني شيء عظيم إذن مستعدين إن شاء الله رؤية عروض للعاب النارية هي مستعدين إن شاء الله شكراً شكراً لكم أحد الشباب بنفسه بيشاركنا نفس الشيء يعني ما شاء الله مجموعة كبيرة حقيقة لكن الوقت داهمنا لهذه الوقفة بساك الله بالخير بساك الله بالنور يا حياك الله نتعرف عليك معك نور البطاشق حياك الله خيانوار كل عام تبخير كل عام الشعب العماني بقى الفخير وهذه الذكرة الغالية كيد يعني نعم صراحة نسعد الشعب العماني وحضرت صاحب القلالة هيثم بن سلطان هيثم بن طارق هيثم بن طارق المعظم فهذا اليوم صراحة يسعد الشعب العماني كله والجميع يعني يوم جاي تشوف الألعاب النارية والله نشوف الألعاب النارية ونشوف الاحتفال ما شاء الله مسيرة أيضا الشباب هنا قائمين مسيرة بالكامل ونسعد الشعب بذيك كامل شكرا شكرا لك إذن نقول لمشاهدين في برنامج ديرتنا هذه الوقفة حقيقة وقفة كانت نتحدث عنها مشاهدين احتفالات سلطنة عمان بالعيد الوطني والذكرى الثامن عشر من نوفمبر العيد الوطني الحادي والخمسين المجيد على قلب كل عماني هناك أيضا مسيرات لا ننسى نوجه أيضا الدعوة نوجه لكل من يتابعنا إنها المسيرات مفتوحة هنا في سلطنة عمان في مختلف ولايات السلطنة مع أيضا التقيير بالاحترازات التي هي عن الفيروس كورونا وكذلك أيضا التنظيم التي تقوم به الجهات المختصة منها شرقة عمان السلطانية تقوم بجهد كبير والكل ينتظر كذلك إقامة الألعاب النارية الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم هنا في محافظة مصغة وغدا إن شاء الله تعالى ستكون في محافظة الظفار بنفس التوقيت الساعة الثامنة مساء